دعونا نعلق على الحملة التي أطلقتها جمعية رفاق وذلك للتذكير بأجر كفالة اليتيم و أيضا الحث على المشاركة بهداء أجر المساهمة إلى غالي أو إلى قريب منك طبعا يتحقق ذلك بأمرين أولا قول الله تعالى أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا فكيف إذا كانت هذه الحدية سهم يقدم اليتيم عن شخص غالي عليك قد يكون أبا وقد تكون أما أو ولدا أو صديق أو حتى جار أو من قدمت قدم لك معروف في يوم أو شخص مات وانقطع أجله فيكون عطاؤك صدقا جارية له أو شخص له مظلمة عندك وعجزت أن تردها أو شخص قمت بغيبته في يوم من الأيام فهي فرصة بأن تقدم له هدية بالإنفاق على اليتيم أما الشيء الثاني الذي يتحقق من خلاله وهو استجابتك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم فالله الذي أعطاك المال هو الذي أمرك بالصدقة والإنفاق و أيضا للهدية أجر و للصدقة أجر فكيف إذا اجتمعتها معا تخيل هذا الفضل العظيم والأجر الكبير فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنت هنا كما أحببت الأجر من الله لنفسك فأنك بالتأكيد تحب أيضا لغيرك أن يشترك معك في هذا الأجر أيضا من فضل الصدقة أنها تحفظ المال وتبارك فيه وتزيده يقول الله تعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ فكيف إن كانت هذه الصدقة عن قريب لك أو غال عليك سيبارك الله قرابتكما بهذه الصدقة يقول ابن القيم لو علم المتصدق أن صدقته تقع في يد الله قبل يد الفقير لكانت لذة المعطي أكثر من لذة الأخذ قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اعلموا أن للصدقة في أيام الشتاء شأن كبير فإن الصدقة كلما كانت أنفع للخلق وأخلص للرب كانت أفضل وأعظم أجراء يقول الله تعالى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى فالذي يصرف ماله لأجل الله في طاعة ربه يبعده الله عن النار كما قال تعالى اتقوا أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمره قم وادفع من مالك صدقة ليتيم عن شخص تحبه ولا تنتظر من هذا أجر بل قل إن أجري إلا على الله واحتسب أجرك من الله من يفعل خيرا يلقى أثره فأنت عندما توهب هديتك لغيرك بالصدقة على يتيم سيكافئك الله بما يوهب لك خيرا فيكن لك أجرا وأنت لا تعلم فالجزاء من جنس العمل أيضا يقول ابن القيم رحمه الله إن في قضاء حوائج الناس لذة لا يعرفها إلا من جربها وكذلك في إهداء الأجر لذة لن تعرفها إلا بعد ما تجربها ثم ترى أثرها في نفسك وعلى غيرك كلما زادت الصدقة زاد الرزق قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال وإضا روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن سعدا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها قال نعم قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تذكر وأنت تنفق أن الأجر مضاعف لأنك أهديت من مالك الذي تحب ثوابا لمن أحببت والأجر يتضاعف بالنية وبالنية والقصد تذكر من انقطع أجله أجله وعمله وأخرج صدقتك لليتيم عنه فتلك أعظم هدية يسعد بها في قبره وتكون له ظلا يوم القيامة ويرفع بها درجته وأجره مشاركتك تدل على إخلاصك وإيمانك فأنت تقدم هدية لغيرك بلا مقابل أو انتظار شكر قد تكون في يوم من الأيام أيضا اغتبت شخصا في لحظة غضب أو دون قصد منك ما رأيك أن تقدم له معروفا خفيا فتتصدق عنه وتفاجئه بعطائك وبما أننا وصلنا إلى آخر مليون من مرحلة الوقف الثاني فإننا ندعو أنفسنا والمشاهدين للتبرع لهذا الوقف المبارك من خلال الأرقام الرسمية والقنوات الواضحة للتبرع عبر المتجر الإلكتروني أو عبر تطبيق الراجحي أو عبر التواصل مع الجمعية عبر الأرقام والحسابات التي تظهر أسفل الشاشة أيضا للمزيد ولمعرفة طريقة التبرع عبر الراجحي خلونا نشوف إياكم هذه الطريقة دقيقة من وقتك وبضغطة زر تكفى اليتيم وتلهم معاناة أسرع عبر مساهمتك في وقف أيتام حائل وذلك عبر مصرف الراجحي دخل التطبيق واختر أيقونة التحويل اختر تحويل جمعية خيرية من القائمة اختر جمعيات رعاية الأيتام والخدمات الصحية ابحث أو اختر الجمعية الخيرية للعاية الأيتام بحائل من حسابات الجمعية اختر حساب الوقف تبرع بما تجود به نفسك وهنيئا لك تجارة لا ولن تخسر فيها بفضل الله تعالى